دورة الإنعقاد الحادية والستيل للجنة المثاق العربي لحقوق الإنسان أعمالها في مقر جماعة الدول العربية وكانت مملكة البحرين محورا مهما إذ تمت مناقشة تقريرها حول حقوق الإنسان من خلال وفد الرفيع المستوى قدم عرضا لما تم إنجازه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل ما تم اتخاذه من قوانين وتشريعات حققت نجاحات كبيرة بشهادات دولية وعربية وأقليمية شهد مقر جامعة الدول العربية افتتاح دور الانعقاد الحادي والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث ناقشت تقرير الدورية الثانية لمملكة البحرين في هذا المجال بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وثمن المشاركون في الجلسة الافتتاحية في كلماتهم ما حققته المملكة في حماية وصون حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المستشار جابر الميري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أشهد بتعاون المملكة مع اللجنة في كل وقت تحتز مملكة البحرين بدورها الريادي والتزامها الأصيل تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان كما أكاد على ذلك سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كمملكة حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان للعيش المشترك ومنارة مشعب التسامح والانفتاح الحضاري حديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها مشروع طريق حقوق الإنسان وتجربة السجون المفتوحة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما تكتلفه من مبادرات ملهمة ناهيك عن جهود مثبرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر نثمن عاليا هذه الجهود ونحيي القيادة الرشيدة والحكيبة لمملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أصفرت عنه من إنجازات مشهود بها وهو ما أكد عليه رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فالحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين هو حديث عن خطة وطنية نموذجية وعن منظومة وطنية محكمة متناسقة بما تشملهم من تشريعات متطورة ومؤسسات رائدة ومبادرات مرجعية لعل أبرزها تجربة السجون المفتوحة وهذه تجربة نفتخر بها عربية وانعقدت جلسة مغلقة لمناقشة تقرير البحرين الدوري الثاني عن ما حققته من إنجازات في مجال حقوق الإنسان قدم فيها الوفد البحريني عرضا لما تم إنجازه في مسيرة حماية وصون حقوق الإنسان في جميع المجالات وشارك في الجلسة مندوبون عن منظمات المجتمع المدني البحريني والمنتدى الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف وأكدوا بحيادية تامة إشادتهم بما حققته المملكة في تعزيز حقوق الإنسان نحن نشارك في هذه الجلسة من استعراض مملكة البحرين لتقريرها أمام لجنة الميثاق لجنة العربية لحقوق الإنسان كممثلين عن المجتمع المدني في مملكة البحرين نمثل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في البحرين قدمنا تقرير ظل يتناول كافة مواد الميثاق تعطينا معها تفعلنا معها وأثبتنا أبرز الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين على صعيد حقوق وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين هذا التقرير تبقى ليه الضوابط الدولية وليس ضوابط محلية الحقيقة أن التقرير رصدنا فيه عدد كبير جدا من الإنجازات التي قدمتها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان بشكل عام وبشكل خاص فيما يخص تمكين المرأة والحول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل وحقوق السجناء عدد كبير جدا من التوصيات التزمت بها مملكة البحرين ليس فقط على المستوى جمع الدول العربية ولكن أيضا على مستوى العرض الدوري الشامل وهي ألية مهمة جدا تابعة للمجلس الدولي لحول الإنسان وفي ختام اليوم الأول لمناقشة تقرير حقوق الإنسان في البحرين أكد رئيس لجنة الميثاق العربي نجاح المملكة في عرض إنجازات حقوق الإنسان بفضل جهودها الحثيثة وهو ما ثمنه رئيس وفد مملكة البحرين كان هناك تجاوب كبير وتفاعل كبير من قبل رئيس وفد مملكة البحرين وأعضاء الوفد الكرام تمت الإجابة على كل التساؤلات ما تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة تم الرد على هذه التساؤلات بكل وضوح وشفافية ولا يخفى عليك أعضاء لجنة الميثاق وأنا كنت رئيس وزرت البحرين في شهر فبراير قبل منقش التغرير وهذا ما جرت عليه العادة أن لجنة الميثاق تقوم بزيارة مسبقة قبل منقش التغرير واطلعنا على أشياء جميلة وتحسب للأمانة تحسب لمملكة البحرين وهكذا قدم وفد مملكة البحرين عرضا قيما لما حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وسط تقدير كبير من المشاركين وجامعة الدول العربية والخبراء في اليوم الأول لدور الانعقاد الحادي والستين للجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان ناقشت اللجنة تقرير مملكة البحرين في هذا المجال وأكد المشاركون أن المملكة حققت خطوات غير مسبوقة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين مقر جامعة الدول العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر